استقبل سعادة تسعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى والشيخ ماجد بن سلطان بن صغر القاسمي مدير الدائرة وفريق عمل مهرجان ضواحي لبحث الاستعدادات اللازمة لتنظيم النسخة العاشرة من المهرجان وأكد السويدي خلال اللقاء حرص الهيئة على توفير الدعم اللازم لنجاح الفعاليات وتوفير المستلزمات الخاصة بتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز لتنظيم فعاليات المهرجان الذي تطور على مدار السنوات الماضية بينما أشار سعادة خميس بن سالم السويدي إلى أن النسخة العاشرة من مهرجان ضواحي والتي سيتم تنظيمها في مدينة الشارقة سوف يتم خلالها مراعاة كافة الاحتياطات الصحية وتستهدف زيادة أعداد المتطوعين خاصة من فئة الشباب وسط مشاركة نحو أربع وثمانين من الجهات الحكومية والخاصة على مدار سنوات عقاد الحدث من ناحيته أكد سعادة الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي على سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى والتي تهدف لعقد اللقاءات التشاورية مع الهيئات والمؤسسات المجتمعية على اختلاف أنواعها ومجالاتها لتحقيق المزيد من التعاون المشترك وتحقيق الاستفادة القصوى من القطط والبرامج والفعاليات المختلفة